تأتي موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة مرونة الحضور والانصراف بالجهات الحكومية إلى ثلاث ساعات خطوة مهمة في سبيل تطوير جودة الخدمة الحكومية ويأتي القرار لتوفير السبل لزيادة الانتاجية في القطاع الحكومي والوصول بها إلى أرقى المستويات تبدل مملكة البحرين دائما جهودها بالارتقاء بالأداء الوظيفي في الجهات الحكومية وسعيا لتطوير سياسة الحضور والانصراف في الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين وافق مجلس الوزراء على زيادة مرونة الحضور والانصراف بالجهات الحكومية إلى ثلاث ساعات بما يدعم تحسين الأداء وزيادة الانتاجية هذا القرار جاء متوافقا مع التوجيهات والتطلعات التي يقودها صاحب السمو الملكي وليلعاد رئيس مجلس الوزراء لتطوير جودة الخدمة الحكومية والوصول بها إلى أرقى مستويات الجودة والانتاجية ولما لهذا التطور من دور كبير في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 وعلى نحو يلبي تطلعات المواطنين في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة كما صرح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن القرار سيسهم في تحسين وزيادة الانتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين الأمر الذي من شأنه تطوير مخرجات العمل الحكومي وإن جهاز الخدمة المدنية سيتخذ فورا لإجراءات اللازمة قانونا بناء على القرار وذلك من خلال وضع قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين بالجهات الحكومية وعلى نحو يضمن الانضباط في الحضور والانصراف لأداء المهام الوظيفية على أكمل وجه لخدمة الوطني والمواطنين اشتركوا في القناة